معنا الآن من طهران مختار حداد رئيس تحريج جريدة الوفاق الإيرانية نرحب بك معنا على الشاشة العربي وأبدأ معك من الأخبار الإسرائيلية المتداولة عن احتمال أن تشن إيران هجوم انطلاقا من أراضيها إلى أي مدى هذا الاحتمال وارد وما هي حسابات طهران بخصوصه تحية لكم ولمشاهدكم الكرام إسرائيل الآن تعيش حالة من القلق وهي متورطة في حرب التي لا تستطيع أن تحسمه هي متورطة في قطاع غزة تعاني من مشكلة في البحر الأحمر تعاني من مشكلة في شمال فلسطين المحتلة والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن هناك متأزم فلذلك الآن هي تعيش حالة قلق إيران لم تعلن موعد الهجوم أو مكان الهجوم ولكن الهجوم مؤكد يعني إيران هي التي ستقوم بهذه العملية نعم ممكن بقية قوى محور المقامة كذلك تشارك ويصن حاضرة يعني في هذه الحرب لذكيان الصيوني ولكن إيران يعني هذا كان واضح اليوم الأول من بيان قادة الثورة الإسلامية عندما قال رجالنا الشجعان ونحن سنأخذ بالثأر يعني هذا واضح يعني إيران هي التي ستقوم بهذه العملية ولكن التصريحات الآن الغربية مثل هذه المعلومات تصريحات باسم مسؤولين أمريكيين لم مسؤول أمريكي لم يعلن عن اسمه في وسائل الإعلام هذه باعتقادة تأتي في إطار حرب نفسية للتأثير على إيران لأنه واضح فحو الرسالة الإيرانية إلى الولايات المتحدة وكان واضح يعني الرد الأمريكي إيران أعلنت لأمريكان بأنه عبر السفارة السويسية التي تقوم بيعني أو هي القائم بالأعمال الأمريكي في طهران يعني ابتعدوا عن نتانياهو وكذلك يعني الأمريكان وكذا وإيران يعني بلغتهم بأنه يبتعدوا عن الكيان الصهيوني وعن مغامرات نتانياهو هنا الأمريكان ماذا ردوا قالوا بأنه نعم يعني بشكل ما أكدوا بأنهم لن يقفوا في هذا الموضوع إلى جانب الإسرائيليين وقالوا بأننا ليس لدينا دور في هذه العملية ولا تضربون فلذلك واضح يعني الصهايين الآن ليسوا في وضع جيد يعني حتى حلفام الغربين لن يقفوا إلى جانبهم فباعتقادي يعني عندما يتحدثوا إنه إذا إيران هاجمتنا نحن سنهاجم داخل إيران هذا كذلك كلام مضحك يعني إيران ليست مجموعة أو قوة صغيرة أو بلد صغير يعني إيران لديها منظومة دفاع جوي يعني طائر إذا دخل داخل إيران إيران تستهدفه والإسرائيليين يعني يعرفون إنه هذه الضربة وشيكة ولكن الحديث عن موعد ومكان الضربة لا أعتقد يعني الآن لا يمكن نتحدث عنه بأنه متى هذا سيكون ولكن الضربة المباشرة هذه مؤكدة وإيران هي التي باعتقادي ستقوم بهذه العملية ضد الكيان الصهيوني ولا أعتقد أن الصهاين يستطيع أن يقوم برد وإذا قاموا بأي عملية من المؤكد يعني إيران ستستمر في الرد على إسرائيل ولكن هناك دقول لكم معلومة يعني هناك بعض دول هذه المنطقة أكدت لإيران ولوحت بشكل ما بأنه تؤيد العملية الإيرانية نظرا لما تقوم به الكيان الصهيوني من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة هل هناك شروط لهذا التأييد كأن تسعى إيران من خلال ردها أن يكون الرد محدود ولا يجر إلى ردود إسرائيلية وبالتالي مخاطر اندلاع صراع أكبر خاصة وأن طهران قدمت ضمانات لواشنطن بأن لن يكون هناك أهداف أمريكية لا باعتقادي هناك لم يطلوا من إيران هذه الدول الشروط ولكن نعم إيران لا أعتقد في هذه المرحلة ستستهدف أمريكا لأن أمريكا ردت بإيجابية على رسالة إيران وقالت بأنها ستبتعد ونحن ليس لدينا دور في هذا الموضوع وفي هذا الإجراء الإسرائيلي صحيح يعني هي أمريكا متهمة لأنها تدعم إسرائيل بالسلاح الطائرات التي تقوم بهذه العمليات هي طائرات أمريكية ولكن إيران يعني معروفة يتتخذ قراراتها بعقلانية معروف الصبر الإيراني يعني هناك معروف هذا الصبر الاستراتيجي الإيراني وهذا الصبر الآن جعل الإسرائيليين يعيشون في هذه الحالة من القلق يعني عندما وسائل الإعلام يعني باعتقاد أمس هذا الهجوم كان هجوم من جانب وسائل الإعلام في شبكات تواصل اجتماعي أنه كل المنطقة أمس كانت تعيش في حالة قلق ولكن إيران عندما تتخذ القرار تتخذ القرار بعقلانية وتقوم بالعملية كذلك في الوقت المناسب والموعد المناسب إلى أي حتى تستفيد إيران من هذا الغموض وحالة التأهب الإسرائيلية وهل هذا من ضمن يعني يعتبر من ضمن الرد استباقا لتحديد الهدف العسكري نعم هذا من ضمن الرد يعني هناك الآن إسرائيل تعيش حرب نفسية كبرى يعني سمعنا في الأخبار أن هناك الصهاينة يذهبون إلى المحالة التجارية لكي يقوموا بتخزين الأكل لأن هناك هم يعرفون تماما يعني نحن قبل فترة يعني أنا تذكر قبل عشرة أيام عندما تم استهداف المستوطنات الصهيونية من قطاع غزة هناك القبة الحديدية الإسرائيلية من عشر صواريخ استطاعت يعني فقط اعتراض اثنين من صواريخ المقامة فكيف لإيران الذي تمتلك مثل هذه القوة الصاروخية صواريخ يعني فرط صوتية هذه الصواريخ لديها يعني قوة مدمرة كبيرة تهاجم الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني يعني استطيع أن أصلا يواجه مثل هذه الصواريخ التي لديها مثل هذه التقنية العالية وقوة قوية من التدمير فلذلك المجتمع الصهيوني نعم يعيش حالة قلق هذه حالة القلق تؤدي إلى ضغط على المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وحتى السياسية وباعتقاد نعم يعني هذه الحرب النفسية تأتي في إطار الرد الإيراني نعم بعد الهجوم سارعت الولايات المتحدة لتبريد الساحة عبر الضغط في المفاوضات لإتمام اتفاق هدنة في غزة هل توقيت الرد الإيراني يرتبط بالمفاوضات بمعنى أن طهران تستمهل الرد يعني إفساحا بالمجال للمفاوضات في غزة لا أعتقد أن يكون علاقة بالمفاوضات والرد الإيراني لأن الرد الإيراني هذا سيتم يعني إيران لا تربط ذلك بموضوع المفاوضات أو ما يدور الآن من حوار سياسي من أجل وقف الحرب إيران يعني من المؤكد تدعم موقف المقامة في تحقيق الهدنة ووقف الحرب ولكن يعني هناك حتى قبل أيام نشرنا يعني سمعنا أنه نشرت أخبار بأنه إيران اشترطت بأنه لا تهاجم إسرائيل إذا إسرائيل تخرج من قطاع غزة وتوقف هذه الحرب وهذه يعني كانت مجرد إشاعات ولصلاح حقيقة كان لمثل هذا الخبر وهذا تأكدنا يعني من هذا الموضوع من أحد كبار المسؤولين الإيرانيين ولكن يعني هناك حتى باعتقاد يعني الرابط هذا الموضوع بالمفاوضات كذلك يعني يأتي من الجانب الآخر يعني للضغط على إيران كما أشرت وكذلك للتخفيف يعني من هذه العملية وهذا الرد الإيراني أو التأثير على الرد الإيراني والقرار الإيراني فباعتقاد يعني هناك لا يمكن الآن ربط هذا الرد وبموضوع الهدنة ولكن مؤكدا أن إيران تدعم مثل هذه الهدنة وإيقاف هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأصلا زيارات وزير الخارجية الإيراني خلال هذه الفترة إلى دول المنطقة إلى دولة قطر إلى عمان إلى حتى السعودية صحيح وشارك في السعودية في مؤتمرات تابعة للقمة منظمة التعاون الإسلامي ولكن هناك إيران عبر هذه الدول أرادت يعني أن ترسل رسائل للجانب الغربي والولايات المتحدة بأن يتم الضغط على كيان الصيوني لإيقاف هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا لك مختار حدد رئيس حليجريدة الوفاق الإيرانية كنت معنا من طهران